في لقاء مع فريقي العدالة والتنمية بالبرلمان بالرباط وعلى خلفية افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة بمقر البرلمان أكد الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب المصباح أن الخطاب الملكي حمل رسالتين مهمتين الأولى تتعلق بالمرحلة الجديدة والتي تتطلب انخراط الجميع بعيدا عن استراعات الفارغة وتضيع الوقت والطاقات والثانية تؤكد أهمية القطاع البنكي في تمويل الاستثمار والمقاولات حل أكد جلالة الملك على أنه خرجوا من الصراعات أو النقاشات الفارغة غير المجدية وغير مفيدة وهي صراعات أحيانا تكون غير مبررة بين بعض الأطراف سواء كانت سياسية أو غيرها هذه الرسالة اللولة الرسالة الثانية هو أهمية القطاع البنكي والقطاع المالي في تمويل الاستثمار وفي تمويل المقاولات وخصوصا المقاولة الصغرى والمتوسطة ومن هنا وصى جلالة الملك وطالبة من الحكومة بأن تشكل بنك المغرب واتحاد العام للبنوك أن تشكل لجنة لمناقشة إصلاحات للنظام المالي والنظام البنكي بش يمكن يكون أكثر جرأة في تمويل المقاولات وخصوصا تمويل الشباب المقبلين على إنشاء المقاولات في المستقبل أو في إطار المقاولة الذاتية من جانب آخر أكد نبيل شيخي رئيس فريق العدلة والتنمية بمجلس المستشارين أن البرلمانة سينكب فور افتتاح هذه السنة التشريعية على الدراسة والتصويت على مجموعة من القوانين المهمة هذه الدورة البرلمانية ستكون إن شاء الله مطبوعة بمجموعة من الرهانات خصوصا وأنها تأتي أولا في سياق مباشرة بعد التعديل الحكومي الذي يحمل مجموعة من الإشارات بدلالات سياسية كبرى على رأس هذه الرهانات بطبيعة الحال هو الترسانة التشريعية وحد عدد النصوص مهمة التي يجب أن نستكمل المصادقة عليها وغيرها كثير من ما سيأتي بعد كنت تكلم عن القانون ديال لتعديل مجموعة القانون الجنائي كنت تكلم عن المشروع القانون اللي عندنا الآن احنا في المجلس المستشاري المتعلق في المجلس الوطني للغات والتقافة المغربية اللي خصنا نتاهي منه في إطار قراءة تانية وكذلك مشروع قانون المالية اللي غيأتطر إنشئنا أن نقول هاد السنة لا العمل الحكومي ولا العمل البرلماني ديالنا واللي بالمناسبة يحملوا أولويات مهمة جدا على رأسها التنزيل ديال المنظومة ديال التربية الإصلاح ديال المنظومة ديال التربية رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب رشح فريق المصباح ثلاثة أسماء مصطفى إبراهيمي في المرتبة الأولى عبدالعزيز العماري في المرتبة الثانية وعبدالله بوانو في المرتبة الثالثة وستحال هذه الترشيحات على الأمانة العامة للحزب في اجتماعها الذي سينعاقد يوم الاثنين الرابع عشر من أكتوبر المقبل لكي تختار واحدا من المرشحين الثلاثة رئيسا للفريق خلفا لإدريس الأزمي الإدريسي